الواضح في النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي إذن اليوم عنا الموضوع السادس الحركة في درس ثالث دور العضلات إذن ألاحظ وأتذكر في صفحة 66 من كتاب الواضح ألاحظ ترشيح الطرف الأمامي عند القنية وأكتب جانب كل سهم الكلمة المناسبة إذن الدراق الكتف الساعد قدم aqueles مفصل الكتف هذا هو مفصل الكتف مفصل الكتف وهذا مفصل المرفق ثم أسمي الأعضاء التي تغطي العظام العضلات العضلات هي التي تغطي العظام تغطي العظام تذكر بالعناصر الضرورية لحدث الحركة هي ثلاثة هناك المفصل هناك العظام هناك العضلات هناك العضلات هذه العناصر التي تساعدها للحركة أضع تعليقا لرسم العضلات بكتابة أسماء أجزائها بطن العضلات ووطرها هذا هو بطن العضلات هذا هو بطن العضلات هذا هو بطن العضلات ولاحظ وأرسم أرسم عضلات وألوين البطن بالأحمر والأوتار بالأصفر بطن العضلات إذا نرسم مثل هذه العضلات هذه العضلات إذا نلوينه بالأصفر والأحمر إذا الوسط العضلات هو البطن نلوينه بالأحمر والأوتار بالأصفر والأوتار بالأصفر والأوتار بالأصفر نعم إذا ننتقل إلى الصفحة الموالية وهي الصفحة 67 من كتاب المونير أعفوا الواضح في المنشاط العلمي أنجز المناولة التالية وأستنتج أصنع نموذجا مبسطا للطرف الأمامي للقنية بتقليد الرسمي من أجل ذلك أحتاج إلى الوسائل التالية هذا عمل يمكن أن يقوم به قطع خشبية قنب لولابان مسامير وأعطي لكل رقم على النموذج الإسم المناسب طبيعة الحالة الأمامي هذا الميرجز ويضلك المرفق ومفصل الكتف لأن يكون فيه فعلنا هذا عدم الساعد نعم أو الساعد هذا الميرجز يعني الساعد هو العضلة واللحم هو الساعد ستكون هذا البيت العضلة الأمامية العدلات الأمامية إذن في هذه الحالة لا تعرفنا ماذا هذه قابضة أو بسيطة نحن مازال متنين ولا بسيطة إذن في هذه الحالة لا يمكننا أن نقول لها بسيطة وكيف تكون قابضة وكيف تكون بسيطة إذن هنا ما لدينا هذا هو عدم الدراع عدم الدراع عدلات خلفية العدلة الخلفية العدلة الخلفية إذن ننتقل إلى السؤال إذن ننتقل إلى السؤال إذن ننتقل إلى السؤال استعملوا النموذج الذي صنعنا إذن هذا النموذج أجدب الخيطة 4 وأصف ماذا يحدث إذن هذا يجدبنا الخيطة 4 نعم إذن الخيط هذا الخيط سنجره ما سيقع ستقترب القطعة الخشبية ثلاثة ثلاثة من القطعة خمسة من القطعة خمسة من القطعة خمسة من القطعة الخشبية خمسة إذن هذه الخشبة ستقرب من هذه الخشبة وتطابق هذه الحركة حركة إذن أتعرف هذه الحركة وأعبر هذه الحركة إذن هذه الحركة تطابق تطابق حركة ثلاثة ماذا يحدث عند من القطعة الخشبية ثلاثة 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 خمسة ثلاثة ثلاثة ستصبح القطعة القطعة الخشبية ثلاثة ثلاثة ستصبح القطعة الخشبية خمسة في نفس المنحنة مع القطعة الخشبية ثلاثة ثلاثة هنا ستكون لدينا نقطة مستقيمة مع القطعة الخشبية ثلاثة وهذا يطابق بطبيعة الحال هذه الحركة حركة البسط وهذا يطابق حركة البسط أشد اللولبة جيدا أعيد نفس المناولتين السابقتين وأعبر سنأخذ هذا اللولبة ونزيره بالملقة في هذه الحالة سيقع لا تحدث حركة لا تحدث أي حركة لا حركة الدنيا ولا حركة البسط أذكر بالعناصر الضرورية لحدوث الحركة العظام والعضلات والمفاصل هي العناصر الأساسية لحدوث الحركة إذن ننتقل إلى الاستخلاص يتطلب التنقل إذن يتطلب التنقل حركات منسقة نعم حركات منسقة تضمانها شكو؟ ثلاثة العناصر شفناها؟ العضلات والعظام والمفاصل العظام والعضلات والمفاصل ويؤدي تقلص العضلات القافضة إلى حدوث حركة الثاني في حين يؤدي تقلص العضلات البسطة في حدوث حركة البسط إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس الثالث حول دور العضلات في حدوث الحركة ترجمة نانسي قنقر